السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة مين فينا مش عايز يكون سعيد ومبسوط باي حاجة بيعملها او باي حاجة معاه كلنا بلا استثناء نفسنا نكون سعاداء ومبسوطين على طول ولكن في رحلة البحث عن السعادة دي ساعات بنعمل اخطاء الاخطاء دي ممكن تخلينا نفقد سعادتنا تماما والكتاب اللي معنا النهاردة بيقولنا ان فيه 7 اخطاء لما تقع فيهم ساعاتها ممكن تفقد السعادة بتاعتك الكتاب اللي معنا النهاردة اسمه او لو انت كنت شديد الزكاء كده ليه انت مش مبسوط الكتاب ده اتكتب سنة 2016 واللي كتب واحد اسمه راج راغونسان يلا بينا ندخل جاء كتاب ده اكتر ونعرف ايه هي السبع خطايا اللي لو انت عملتهم هتفقد السعادة بتاعتك في الكتاب ده الكاتب اللي هو اسمه راج قرر انه هو هيستبدل كلمة اخطاء بكلمة خطيئة وكأن الحاجة اللي انت هتعملها دي هي مش بس يعني كده حاجة خطأ وخلاص لا هي كانها خطيئة امام الخالق وده عشان يحسسنا بقدي ايه الموضوع فعلا يأثر يعني قدي ايه ان الحاجات اللي انت ممكن تعملها دي ممكن فعلا تضيع من ساعاتك بصورة كبيرة جدا رغم ان هي حاجات صغيرة وانت دلوقتي وانت بتسمع الفيديو ده هتقعد تفكر فيهم كده وتقعد تفتكر كم مرة انت عملت الحاجة دي وكم مرة الحاجة دي أثرت فيك عايزكم تركزوا كواس جدا لان الحلقة دي مهمة جدا وعايزك في آخر الحلقة تكتب لي في كومنت تحت ايه اكتر خطيئة انت بتعملها من السبعة دول اول خطيئة ذكرها النراج هي خطيئة عدم تقدير فكرة السعادة نفسها لو جيت سألت ايه واحد في الدنيا انت عايز ايه ففي حد عيقولك ان انا عايز اترقى واحد تاني يقولك انا عايز فلوس واحد تاني يقولك انا عايز ارتبط واحد تاني يقولك انا عايز اكون محبوبه اصلا الناس او انا عايز اكون مشهور ولكن كام واحد هتسأله هيقولك انا عايز اكون مبسوط او انا عايز اكون سعيد السعادة ما بقيتش قدامنا كده كتارجت ما بقيتش قدامنا هدف السعادة احنا فاكرين كده في دماغنا ان احنا لما نوصل للحاجات اللي احنا عايزينها بالتالي هنوصل للسعادة وده خطأ كبير اولا لان انت منفعش تربط فكرة رغباتك الشخصية بالسعادة بتاعتك السعادة هي رغبة في حد ذاتها السعادة حاجة تانية لوحدها وبالتالي لو انت عايز تكون مبسوط فاول حل اللي لازم تعمله هو انك تركز على الحاجات اللي بتخليك مبسوط تركز فعلا انك تكون سعيد تركز انك تهتم بالأموشن ده او بالعاطفة دي مش انك تهتم انك تجيب لنفسك حاجات عشان انت متخيل ان انت لما هتجيبها هتكون سعيد بيها الناس اللي بتفكر بالاسلوب ده ودول غالبا الاغلبية من الناس الناس دي دايما لما بتوصل للحاجة اللي هي عايزاها ما بتبقاش مبسوطة لانها دايما بتحط لنافسها احلام تانية يعني انا خلاص وصلت للترقية وصلت للارتباط وصلت لأي حاجة انا كنت عايزها في حياتي بعد ما بوصل للحاجة دي بفكر في ايه الحاجة اللي انا عايزة وصلها بعد كده وبالتالي مش هفضل سعيد على طول هتبقى السعادة عندي مجرد رد فعل طبيعي وقصير ولحظي ينتج عن حاجة حصائتلي في حياتي كويسة فالمفروض فعلا ان اكون سعيد دلوقتي ولكن بعد شوية هتلاقي نفسك مش سعيد دور على الحاجات اللي بتخليك سعيد ومبسوط واعملها حتى لو الحاجات دي انت شايف هتافها دور على الناس اللي بتبسطك وقعد معاها حتى لو الناس دي انت مش تكسب منهم حاجة تانية شوف فين ساعدتك وروح لها ساعدتك هي هدف بالنسبالك زي بقى الأهداف حاول انك تحط عينك عليه الخطيئة التانية اللي بنعملها ان احنا بنقارن يعني ربنا يكفيكم كده شر المقارنة المقارنة هي اكتر حاجة في الدنيا ممكن تهبت من عزمتك ومن اسرارك ومن فرحك وساعدتك وكل الكلام ده اولا فكرة مقارنة شخصين ببعض او ان انا اقارن نفسي بحد تاني لفكرة يعني مش منطقية تماما لان كل واحد فينا ليه ظروفه وليه شخصيته وليه احلامه وليه افكاره فمش منطق ان انا اجيب حاجات متغيرة كتير وقارنهم ببعض ما هو اصلا ده حاجة وده حاجة تانية تماما فبالتالي لما انت بتكرن نفسك بحد تاني انت اصلا خليك عارف كده ان المقارنة دي حاجة غير عادلة ولكن احنا بيكون عاجبنا حاجة معينة في اللي قدامنا انا عاجبني مثلا في اللي قدامي ان شغله احسن من شغلي او ان علاقاته احسن من علاقاتي او ان هو مثلا كده يبان عليه مبسوط وانا بيبانش هل هي زي اللي عند اللي قدامي ولا اكتر ولا اقل من الحاجات برده لانه لنراش في الكتاب ده عن فكه المقارنة ان المقارنة بتخليك فبالتالي الناس في دماغك حاجة وانت تحت الحاجة دي انت اقل من الناس دي فانت بقيت بصص نفسك بصورة دونية وبالتالي استحلك كومة بصوت ولكن المقارنة الصحيحة هي مقارنة نفسك بنفسك يعني انت بتشوف دلوقتي انت واقف فين وقبل كده كنت وصلت الفين وبتشوف هل فيه تطور في حياتك ولاقه بتشوف انت تغيرت ولاقه دي مقارنة كويسة لان دي مقارنة بتشدك لفوق انما اي مقارنة تانية مع اي شخص تاني بتشدك لتحت القطيئة الثالثة اللي بتعملها وتخليك مش سعيد هي فكرة الانانية انك تكون ما بتفكرش في الناس القريبة اللي حواليك انك تكون عايش علشان نفسك احسن طريقة في وجه نظر الكاتب علشان تكون مبسوط هو انك تبتدي تعمل علاقات كويسة وده معناها انك تهتم بالناس فكرة انك عايش لنفسك وخلاص وفكرة انك مش بتفكر غير في نفسك ورغباتك وكل الكلام ده دي بتخليك قافل على نفسك القوقع بتاعتك بتخليك مش قادر تتواصل مع العالم الخارجي بتخليك عرضة اكتر انك تكون حزين ده غير ان انت لو احتاجت مساعدة من اي حد مش هتلاقي لان انت ببساطة مقفل دايما على نفسك فبالتالي فكرة ان انت يكون عندك ناس قريبة منك في حياتك وان انت مش قناني معاهم وان انت بتديهم وكريم معاهم ده فكرة بتخليك دايما مبسوط رابع خطيئة بنعملها هي السيطرة انك عايش سيطر على علاقتك بالناس انك عايش سيطر على الشغل بتاعك انك عايش سيطر على كل حاجة بتحصل حواليك انك عايش سيطر على ازاي ناس اللي حواليك بيحبوك مثلا أو كيف يفكروا الناس بك ؟ أنت سيطر على كل شيء أنت لاسبة نفسك حياة معينة هذه الحياة جميلة جداً بالنسبة لك وبالتالي أنت ستحقق كل شيء كما أنت شايفها في هذه الحياة ولو أنت أو أنت أحد المهوسين بالسيطرة أحب أقول لكم وبعنتها البساطة أنت استحالة تسيطرة على أي شيء وحتى كمان نفسكم استحالة السيطرة على أي شيء في هذا الدنيا لأن أي شيء في الدنياpan تراها غير قابلة للسيطرة الحاجة الوحيدة التي تتحكم فيها هي الحاجة اللي انت بتفكر فيها وبتقولها او بتعملها غير كده انت ما بتملكش السيطرة على اي حاجة في الدنيا ولذلك السيناريو اللي انت متخالف دماغك او انت متخالف دماغك عمره ما هيحصل بالصورة دي دايما هتلاقي مشاكل مختلفة ودايما هتلاقي حاجات بتتغير ودايما هتلاقي ان الحياة بتتغير بصورة كبيرة جدا وانت لو عايز تسيطر على كل حاجة مش هتقدر تواكب هذا التغيير وبالتالي انت ممكن تفقد اعصابك وبمنتهى السهولة في الدنيا وانت هتبقى اكتر حد في الدنيا ممكن ما يكونش مبسوط لو انت عايز تسيطر على كل حاجة معلش بس انفعلت جامد كده بس انا عارفت ناس كتير جدا في الحياة دي عندها هوس السيطرة ده الفكرة دي قريبة جدا جدا من فكرة الامان لان انت اذا كنت مؤمن بالله بصورة كويسة جدا فانت هتعمل اللي عليك هتفكر كويس وهتشتغل كويس وهتسيب النتائجة على ربنا انت عملت اللي عليك وسبت الباقي على ربنا فبالتالي انت مش عايز تسيطر على اي حاجة ومش قلقان من اي حاجة لان انت مؤمن انك انت عملت اللي عليك افتكروا الكلمة دي كويس جدا التحلي بالتخلي هو الطريق الى السعادة يعني انك تتخلى عن وهم السيطرة اللي موجود في دماغك ده ده اول خطوات السعادة وده اول طريق السعادة الخطوية الخامسة اللي احنا بنعملها هي فكرة التشكيك في بعضنا البعض ان احنا بنشك دايما في اللي قدامنا او ان احنا مش بنقامن بسهولة للي قدامنا مش بنعرف نفق في حد وبالتالي مش بنعرف بعد كده نسامح حد احنا ساعات كده بنكون خايفين على الايجو او الصورة الذاتية بتاعتنا بصورة كبيرة فبالتالي بنقعد نحمي الصورة دي بشكل مبالغ فيه فاي حد ممكن يخش حياتنا جديد ما نفقش فيه بسهولة او اي حد عمل اي حاجة المفروض ان هي يعني تدايقنا او اصليت فينا ما نسمحوش بسهولة لو بتعمل كده فاعرف ان انت مش بتايزي اللي قدامك لا انت بتايزي نفسك لان انت لما بتحط اللي قدامك كده في قالب من عدم الثقة او ان انت مش قادر تسابه على اي حاجة هو اعمالها انت الوحيد اللي بتقعد فاكر الموضوع وانت الوحيد اللي بتقعد تتقلم من الموضوع انت الوحيد اللي مش بتقدر تنسى هول الموضوع هو ممكن ينسى هو خلاص بالنسبة له هو غلط والغلط خلص وخلاص هو تأسف عليه حتى وخلاص بعد عندك ولكن انت الوحيد اللي بتقعد تفتكر اي ده هو ازاي يعمل فيها كده انا ازاي ما كانش لي اي ما عنده كده وهكذا الجزء ده في الكتاب كان بركز على فكرة الحب والارتباط اكتر اللي هو الناس اللي كانوا مرتبطين ببعض ولكن حصلت مشاكل ما فبالتالي انفصلوا عن بعض لما بيكون واحد فيهم مش قادر يسامح التاني ده اللي بيفضل طول حياته بعد كده عنده مشاكل مع باقي الناس مش بيسك في الناس بسهولة وعنده مشاكل لان كل ما بيفتكر الحاجة دي بيفضل يتدايق بصورة كبيرة جدا والحد التاني ده ممكن يكون عايش حياته بصورة كويسة جدا ولعكس بقى بيحصل بصورة غريبة يعني انت لما بتسامح اللي قدامك على اي غلطة هو اعمالها انت اللي بتطلع مبسوط انت سامحته ولكن انت اللي مبسوط انت حاسس بالرد على نفسك انت قادر تلتمثل الاعذار على اي حاجة هو اعمالها انت اي حد بتتعامل معاه بعد كده مش بتحط الموضوع ده في دماغك لان الموضوع اصلا ما بقاش في دماغك انت سامحت اللي قدامك تأكده وتأكده ان ما حدش فيكم هيكون مبسوط طول ما هو مش قادر يسامح اي حد عمل فيه اي غلطة مهما كانت الغلطة دي كل ما تقدر تسامح الناس اللي غلطت فيك كل ما تقدر تعيش مبسوط اكتر الخطيقة الستة هي خطيقة الاستعجال احنا عايزين كل حاجة بسرعة انا عايز افتح مشروعي بسرعة وعايز مشروعي ده ينجح بسرعة وعايز ابقى غاني بسرعة وعايز اجيب الفلدة بتاعتي بسرعة وعايز اتجوز بسرعة وعايز اعمل كل حاجة في حياتي بسرعة دايما كده ضغط على نفسك بالاحلام بتاعتك ودايما ضغط على نفسك بفكرة ان انت مستعجل وعايز توصل بسرعة فبالتالي انت نفسك بعد فترة هتفلير يعني انت نفسك بعد فترة هتوقع حلو أن يكون عندك أحلام وأن يكون عندك طاقة إجابية للأحلام دي ولكن كل حاجة ممكن تيجي في الوقت المظبوط يعني اجري ولا الحلم بتاعك ولكن ما تضغطش على نفسك كتير ما تقنبش نفسك أنك مؤسساتش لغاية بالوقتي ما تقنبش نفسك أن ظروف حصيت لك ما تقنبش نفسك لو كسلت حتى في أي وقت من الأوقات تقدر تعمل أي حاجة بس اخد كل حاجة بالهداوة خلي بالك برضو الاستعجال بيضيع عليك فرصة مهمة جدا جدا وهي فرصة التغيير ساعة التغيير بينبع من داخلك أنت يعني أنت اللي عايز تتغير أو أنت اللي عايز تطور من نفسك أنت اللي عايز تكون نسخة أحسن منك وهكذا وساعة التغيير بيجي لنا كده غزب عننا يعني الدنيا فرضت عليك أو الظروف فرضت عليك تغييرات معينة أنت لازم تتعامل معاها لو أنت بقى كل حاجة عايشة بسرعة كده ودائما بتجري على أحلامك من غير ما تفكر ودائما عندك وان وي كده لكل حاجة في حياتك ده يخليك أصلا ما تفكرش في التغيير ولا ده ولا ده مش هيخليك تفكر أنك تغير من أي حاجة عشان تطور من نفسك لأنك عايز دائما تجري بسرعة والتغيير هيبطأك وأي تغيير هيحصل لك في حياتك أنت مش هتقدر تتعامل معاك بصورة كويسة لأن أنت أصلا ما عندكش الوقت أنك تفكر فيه والخطيقة السبعة والأخيرة هي خطيقة التفكير الكثير أو اللي بيسموه أن أنت بتفكر بصورة مبالغ فيها فيه ناس كده بتحلل كل حاجة بتحصل في الدنيا وتفكر في كل حاجة وتحط احتمالات لكل حاجة ودايما عنده أفكار في دماغه عن كل الناس وعنده أفكار في دماغه عن كل المواقف اللي ممكن يعد فيها وكذا هزالك سؤال بسيط جدا إيه تعريفك لفكرة الحياة؟ الحياة بمنطقة البساطة هي اللحظة اللي أنت أو أنت عايشينها دلوقتي اللحظة اللي أنت مثلا بتتفرج فيها على الفيديو ده أو اللحظة مثلا اللي أنت سايق فيها اللحظة اللي أنت بتعمل فيها الحاجة دلوقتي المستقبل هو في علم الله إحنا مش عارفين أصلا هو جاي ولا لأ والماضي دي حاجة ما لهاش وجود واقعي لأن هي حاجة خلصت خلاص مش موجودة دلوقتي فبالتالي الحياة تساوي اللحظة الحالية ولما أنت تقعد تفكر كتير وتسرف في التفكير ده معناها أنك مضيع حياتك أنت مضيع اللحظة الوحيدة اللي بتعبر عن حياتك فبالتالي كتر التفكير بصورة كبيرة جدا بيخليك تنفصل برضو بصورة كبيرة جدا عن الواقع أنت ما بقتش عايش معنا أنت بقيت عايش في دماغك الانفصال دايما عن الحياة اللي إحنا عايشينها عن اللحظة اللي أنت موجود فيها دلوقتي دايما مش بيولد أي سعادة بل بالعكس وزود بقى على الكلام ده أن الإصراف في التفكير بالصورة دي هيخليك دايما عرضة للتوتر والقلق والاكتئاب وقلة النوم طبعا كل حاجات دي تودي في دهيا مش بس يعني تخليك مكتاب أو حزين لا هي ممكن تنهيك تماما فالكاتب بمنتهى الاختصار بيقولك لو سمحت استبدل فكرة التفكير الكتير ده بفكرة أنك تركز في اللحظة الحالية أو الناو وده بيفكرنا بكتاب Power of Now اللي ممكن ترجع تبص عليه بعد الحلقة دي وعبدا يعني هي الحلقة بتاعتنا خلاص خلصت ولكن هسيبكم دلوقتي مع المقولة المؤسرة اللي موجودة في الكتاب ده ولكن قبل ما سيبكم مع المقولة دي أحب أفكركم أولا بمدرسة كريزمة سلسلة جديدة جدا ابتدناها من كام يوم والسلسلة دي اللينك بتاعها تلاو فوق هنا سانيا أنا أطلب منك أنك تكون إيجابي وتدعم البرنامج عن طريق أنك تعمل لايك للفيديو اللي عجبك عن طريق أنك تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتفعل فصية الجرس عشان تتابع كل فيديوهات أول بأول ولو في أي فيديو من فيديوهات الزتونة عجبتك أعمل لها شير أو مشاركة مع أصحابك عشان تسعيدني في نقل العلم والمعرفة وشكر خاص لكل دعامين وشرقاء البرنامج على البيتريون لأن دول السبب اللي مخالي ببرنامج يفضل مستمر ويتطور لو عايز تكون شريك في البرنامج لك إمتيازات هتشوفها كمان شوية ادخل على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت وبس كده خلاص أسابكم دلوقتي مع المقولة اللي قتلكم عليها وهشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة شكرا شكرا